أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنازة رجل من الأنصار قال فلما وصلنا إلى القبر فإذا هو قد حفر ولما يلحد يعني قد حفر القبر لكن لم يحفر اللحدة وهو الجانب من القبر قال ولما يلحد قال فقعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أخذ عصا وجعل ينكت بها على الأرض قعد أصحابه حوله قال كأن على رؤوسهم الطير قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيأضل وجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة قال فيقعدون منه مد البصر وهذا يكون أيها المسلمون عند خروج الروح إلى باريها إذا احتضر المرء وجعلت روحه تحشرج في حلقه لتخرج وقد أذن الله تعالى لها بالخروج وهذه آخر الأنفاس له في هذه الدنيا فهو يرى الذين حوله والله جل وعلا يعلم متى تخرج روحه وهو نفسه الميت لا يعلم ذلك والله تعالى قد وصف ذلك فقال جل في علاه فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين يقعد هؤلاء الملائكة منه مد بصره ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يقعد عند رأسه فيقول يا أيتها الروح الطيبة كنت في الجسد الطيب أخرجي إلى رحمة من الله ورضان أنت روح طيبة لأنك لم تتعلق بمعازف محرمة ولا بزنا وفواحش ولم تغتابي أحدا ولم تحدث صاحبك أن يفعل منكرا أنت روح طيبة إنما تحثينه على الخير وتدلينه عليه إنما تنبهونه على الشر وتحذريه منه أنت روح طيبة لم يفلح الشيطان في الوسوسة لك يوما في أن تسوق الجسد إلى معصية كنت في جسد طيب ما عرفت يده إلا في دعاء وصلاة وصدقة ولا عرف لسانه إلا بذكر وتسبيح وتهليل ولا عرف من عينه إلا النظر إلى الحلال ولا عرف من جسده ورجله إلا المشي إلى الحلال والمساجد والجهاد والصدقة والكد على العيال والعمل الصالح أنت روح طيبة وأنت جسد طيب إذن كيف ينبغي أن يتعامل معك قال يا أيتها الروح الطيبة كنت في الجسد الطيب أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان قال فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء يعني كما تسيل القطرة من القربة التي تكون من الجلد فإذا قلبتها فأخرج الماء كله مندفعا ثم لم يبق إلا قطرة واحدة من ماء في أعلى هذه القربة فإنها تبدأ تسيل شيئا يسيرا رزينا هادئا ليس فيه عنف وليس فيه شدة تنزل هذه القطرة بيسر وسهولة حتى تصل إلى فم السقاء ثم تفارق هذا السقاء الذي كانت فيه يقول عليه الصلاة والسلام تخرج روح هذا المؤمن حروجا هينا ساهلا لينا لأنها تبشر بما بعد الموت من روح وريحان ورب الراض غير غضبان قال تخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها ملك الموت قال فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين ملائكة الرحمة التي نزلت بكفا من الجنة وبحنوط من الجنة طيب من الجنة وألبسه من الجنة لا يرضوا أن تتأخر هذه الروح الطيبة في يد ملك الموت ولا طرفة عين قال فلا يدعوها في يده طرفة عين فيأخذوها منه فيجعلوها في ذلك الحنوط يعطرونها ويطيبونها فقد طيبت هذه الروح نفسها في الدنيا بالذكر الحسن والطعام الحسن الحلال وبالكلام الحسن والريح الحسن طيبت نفسها بالحضور في المساجد والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحمل هم الإسلام روح تستحق الإكرام قال فيأخذوها منه فيجعلوها في ذلك الحنوط ثم يجعلوها في ذلك الكفن ثم يصعدون بها إذا صعد بالروح وفارقت الجسد وصاح العيال ووزع المال وارتخت اليدان وزاغت العينان ثم أيقن أهله أنه مات بين أيديهم وقد فارقت روحه جسده ترتفع مع الملائكة إلى السماء ويقوم أهله إلى هذا الجسد يهيئونه بتغسيل وتكفيل وينبئون الناس بموته ليجتمعوا للصلاة عليه أما روحه فلا يدرون ماذا يفعل بها لكن الله تعالى يدري ترفعها الملائكة إلى السماء فيصلون إلى السماء الأولى قال فيستفتحون له فتقول الملائكة من من هذا الذي تأمرون الملائكة أن نفتح له من ليس أي روح يفتح لها أبواب السماء من قال فيقولون الملائكة التي تحمله بهذا الطيب الحسن والحنوط الطيب والكفن الحسن تقول هذه روح فلان ابن فلان بأطيب أسمائه وأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا قال فيفتحون له ثم يصعدون إلى السماء الثانية ومقصدهم الوصول إلى رب العباد جل وعلا قال فيصلون إلى السماء الثانية فيستفتح له فيقال من فتقول الملائكة هذا فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا فيفتحون له رجل صالح تعرفه ملائكة السماء وتحب لقاءه وتفتح له أبواب السماء له ذكر حسن فله قبول في الأرض ومحبة في السماء قال فيفتح له فيصعدون به إلى السماء الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة إلى السماء السابعة فيستفتح له فيفتح له ثم يقول الله تعالى أرجعوا عبدي أسكي أفرشوا لعبدي من الجنة وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تأرة أخرى قال فتعاد روحه في جسده وقد دفن جسده في الأرض قال فتعاد روحه في جسده ثم يأتيه ملكان فيقعدانه نبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون وما علمك من أخبرك بهذا من نبأك به من علمك هل هو فقط كلام تحفظه دون أن يؤثر في حياتك دون أن يكون له تطبيق في واقعك من علمك فيقول قرأت كتاب الله فعرفته وفقهته قال فيقول له الملكان وهم اللذان يرحمانه ويتنطفان معه ويختران أحسن وألين العبارات ليتكلم معه يقولان له نمهانئا فيقول الله تعالى صدق عبدي صدق عبدي عبدي فعلا كان صالحا في الدنيا صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وأطعموه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها وينظر إلى مقعده من الجنة فيقول يا ربي أقم الساعة أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي يا ربي مدام إني في الجنة وأن ذاك مقعدي في الجنة يا ربي أنا عندي عيال وذاك مالي في الجنة ينتظرني ذاك قصري وتلك زوجاتي وذاك النهر وذاك النعيم يا ربي أقم الساعة أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي قال عليه الصلاة والسلام ثم يأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح يأتيه بعدما وسع عليه قبره حتى صار مد البصر فيقعد إليه هذا الرجل الصالح ويقول له أبشر بالذي يسرك أبشر بالذي يسرك فيقول من أنت فوجهك يجيء بالخير ابتسامتك ونور وجهك وحسنك وبهاءك وكنامك الحسن يأتي بكل خير من أنت فوجهك يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح أنا لست غريبا عليك أنا صلاتك والناس نيام أنا صومك في اليوم شديد الحرب أنا صدقتك لما كان الناس يمسكون أموالهم أنا سعيك إلى المسجد في شدة الحر أنا سجودك بين يدي الله أنا أنا تعرفني أنا أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر أتظن أنه ضاع سداء أنا برك بوالديك أنا ابتلاؤك الذي ابتليت به أنا جهادك في سبيل الله أنا تلاوتك للقرآن أنا عنايتك وتربيتك لأولادك أنا سعيك وراء أولادك وأنت تقول احفظ قرآن وقم صلي أنا أمرك زوجتك وبناتك بالحجاب أنا عملك في الدعوة إلى الله أنا خدمتك لدينك أنا لست جديدا عليك أنا لم أنبت لك من الأرض ولم أنزل من السماء أنا لست حجرا ملقى تحولت رجلا فجأة كلا بل أنت طوال حياتك كنت تصنعني وكنت تجمعني قال أنا عملك الصالح أنا عملك الصالح فلا يزال الرجل يقول يا ربي أقم الساعة أنا غير خايف يا ربي من النفخ في الصور لأنك أمنتني غير خايف من لقائك أنا فرحان بلقائك يا ربي يا ربي أقم الساعة يا ربي عجل بها عجل بالساعة أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي ثم قال عليه الصلاة والسلام وأما العبد الفاجر أو الكافر فإذا حضره الموت نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه قال فيجل معهم مسوح من النار وهو أغلط وأشد ما يلبس كالثوب المليء بالشوك قال فيجلسون منه مد البصر لا يتشرفون بالاقتراب ولا بالنظر إليه قال فيأتي ملك الموت ثم يقول يا أيتها الروح الخبيثة كنت في الجسد الخبيث رجل ما عرفت طريق المساجد ويد ما عرفت إلا لمس الممسات ومسك الخمور والوقوع في الفاحشة أو الكتاب المحرمة أي يد هذا وأي رجل أي طيب في هذا الجسد وهو يعمل على المعصية وحرب الدين والتضييق على الدعوة وعلى الخير يا أيوتها الروح الخبيثة روح خبيثة مات أمرين صاحبك إلا بوسوسة محرمة واستجابة للشيطان يا أيوتها الروح الخبيثة كنت في الجسد الخبيث أخرجي إلى غضب من الله أخرجي إلى لعنة من الله وغضب قال فتفرق روحه في جسده شدة الرعب لا تدري إلى أين تهرب أتهرب إلى رجله اليمنى أو إلى اليسرى أو إلى يده أو تكون في بطنه أو في رأسه فتفرق روحه في جسده قال فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول السفود هو تلك السكين المائلة المحش الذي يقطع به العشب كأنك أخذته ثم لففته بصوف مبلول بماء ثم نزعت هذه السكين من ذلك الصوف فتقطع الصوف تقطعا يقول عليه الصلاة والسلام ثم ينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول قال فإذا انتزعها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك المسوح من النار ثم يصعدون بها إلى السماء أما أهله فيبكون عليه وأما ماله فيقسم وأما أطفاله فانطرحوا على صدره يبكون قد اشتدت موجدة الناس عليه وربما هناك من فرح بموته ربما ظلوم يفرح بموت ظالمه وربما قهور يفرح بموت من قهره وربما أصيب بأذى ولم يستطع أن ينتصر ممن أداه يفرح بموت مؤذيه أقوام إذا ماتوا اهتز لهم عرش الرحمن محبة لهم وبكت عليهم منابر المساجد وأقوام يموتون فيستبشر الناس بموتهم قال فيصعدون به فيستفتحون له تقول الملائكة من؟ فيقولون هذا فلان بن فلان يسمونه بأقبح أسمائه التي كان ينأدى بها في الدنيا أقبح اسم كان يلقى عليه تعييرا وإغاظة وحنقا الاسم الذي يكره أن يسمع في الدنيا يقال هذا فلان بن فلان لا تستحق التكريم أنت ما كرمت جسدك فكنت من أهل الصلاة ولا كرمت يدك فكنت من أهل الصدقة أنت ما احترمت نفسك حتى تحترمك الملائكة ولا جعلت لنفسك قدرا حتى يكون لك قدر في السماء قال فلا يفتح له فيقول الله تعالى أكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض وقد قال ربنا عن المؤمن أكتبوا كتاب عبدي في عليين أما هذا فاكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فينتهرانه ما يحركانه تحريكا يسيرا لطيفا سهلا لينا لا يأتيه ملكان فينتهرانه فيقوم فزعا فيقولان له من ربك يقول ها ها كأنه يتذكر هذا السؤال أنه حفظه في الدنيا أنه سمعه في الدنيا أنه قيل له في الدنيا لكنه أغلق عليه وتحير فكره واضطرب شدة الهول ها ها لا أدري فيقال له ما دينك على أي دين كنت كنت تعبد من أصلا في الدنيا هل كنت عبدا لله حقيقة أم عبدا لفرجك وعبدا لكأسك وعبدا لمالك وعبدا لكرسيك وعبدا لمنصبك لذلك كنت تقتل الناس وتضرمهم ما دينك أي دين كنت عليه ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقال من هذا الرجل الذي بعث فيكم هل تعرفه تعرف سيرته تعرف أخلاقه تعرف سننه هل تحبه هل تتبعه هل تدافع عنه هل تعرف صفاته هل قرأت عنه من هذا الرجل الذي بعث فيكم يقول ها ها لا أدري فيقول الملك لا دريت ولا تليت أصلا أنت منذ أن كنت في الدنيا وأنت ضايع لا تقرأ ولا تتلو ولا تدري همك شهوتك ومالك ومنصبك وكرسيك وملكك وعرشك هذا همك أما أمر آخرتك فتحت قدميك لا دريت ولا تليت قال عليه الصلاة والسلام ثم يضرب بمرزبة مطرقه لو ضرب بها جبل لدكته قال فيغوص في الأرض سبعين ذراعا قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويقول الله تعالى قد كذب عبدي فأذرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من سمومها ويسمع عذاب أهلها وصراقهم ثم يأتيه رجل قبيح الوجه منتن الريح لا النظر إليه محتمل ولا رائحته تحتمل فيقول هذا الرجل المنتن القبيح أبشر بالذي يسوءك الذي سيأتيك أعظم مما ترى الآن الآن ضريك بمرزبة هذه ليست شيئا الآن ضيق عليك حتى اختلفت أضلاعك هذه ليست شيئا ترى النار وترى مقعدك منها ويأتيك من حرها وريحتها وسمومها هذا ليس بشيء سيأتيك ما هو أعظم أبشر بالذي يسوءك فينظر إليه فإذا قبح في الوجه ونتن في الريح فيقول من أنت فوجهك يجيء بالشر فيقول له الرجل أنا عملك الخبيث أنا لست غريبا عليك هو زناه الذي زناه قد تحول أمامه هو شربه للخمر هو أكله لأموال الناس بالباطل هو ظلمه للضعفاء إذا استطاع ظلمهم هو عقوقه لوالديه هو شربه للخمر هو نومه عن الصلاة هو قتله للناس هو حكمه بغير ما أنزل الله هو سكوته عن الأمر بالمعروف أنه عن المنكر هو كتاباته المحرمة هو غيبته هو نميمته اجتمعت حتى كادت أن تكون جبلا فصارت رجلا قال أنا عملك الخبيث فلا يزال يجالسه يرى من قبح منظره ومن نتن ريحه ما لا يحتمل فيقول ربي لا تقم الساعة يا ربي لا تقم الساعة يا ربي لا تقم الساعة مما ينتظره من العذاب في الآخرة أيها المسلمون هذه أحوال الناس في قبورهم ولو تكلم الموتى لسمعتم منهم أعاجب ولو وقفت عند المقبرة فرأيت تحت الجنادل ملوكا ومملوكين ورأيت الرؤساء ومرؤوسين بعدما كانوا في عز وشرف وخدم وحشم وإذا هم طعام للدود والثرى لو تكلم هؤلاء وقاموا من قبورهم ونزعوا عنهم أكفانهم وأذن الله لهم أن يتحدثوا أو قامت إليك عظامهم ورفاتهم لما أمرك أحدهم بزينة ولا بشرب خمر ولا قال لك اغتنم حياتك اغتنم شبابك كثر سفرات واعمل زينة وفجور لا لما أمرك إلا بصلاة وصوم وعبادة وقربة استمتع بدنياك لكن ولا تنسى لا تنسى أنك ملاق لله ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا أسأل الله تعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجعل قبورنا روضات من رياض الجنات نحن والدينا ووالديهم والمسلمين كل ما تسمعون وأستغفر الله الجيد العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه والحي الذي لا يموت والإنج والجن والإنس يموت وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام أما عذاب القبر ونعيمه فقد دل عليه أكثر من خمسين دليلا من الكتاب والسنة وبين أهل العلم أنه لا يستقر إيمان العبد حتى يؤمن أن للقبر عذابًا ونعيمًا أما الإنسان الذي لا يدفن كالذي يحرق أو الذي يغرق وتأكله الأسماك أو الذي تأكله السباع أو ما شبه ذلك فإن أمثال هؤلاء يقع لهم أيضًا عذاب ونعيم وذلك أن عذاب القبر ونعيمه يكون على الروح ويكون الجسد تبعًا لها والحياة أيها المسلمون في علاقة الروح والجسد تنقسم إلى ثلاثة أقسام إما أن يكون النعيم للجسد والروح تبع له كما في الدنيا فالجسد يشرب الشيء الممتع فيتمتع وتتمتع روحه بعده الجسد يشم الشيء الحسن فيستمتع وتستمتع روحه بعده فالجسد هو المستمتع الأول والروح تبع له والحياة الثانية هي الحياة البرزخية التي ما بين الموت إلى قيام الساعة ليس شرطًا أن تكون في القبر لكنها الحياة التي بين حياتين هي برزخ يعني ما بين حياتين فهذه يكون العذاب والنعيم للروح والجسد تبع لها لذلك قد تحفر القبر لرجل صالح أو لرجل فاسد فلا ترى في هذا القبر شيئًا من نعيم ولا شيئًا من عذاب فنقول لك إن هذا يقع والعلم عند الله تعالى يقع على الروح فكيف يقع على الروح؟ الروح من أمر ربي وما أُتيت من العلم إلا قليلا لكن نؤمن أن فيه عذاب وفيه نعيم حتى وإن لم نره بأعيننا لكنه واقع والنوع الثالث من الحياة هو الحياة في الدار الآخرة في الجنة أو النار وهذا يكتمل فيه النعيم أو العذاب للجسد والروح معاه فنحن نؤمن في عذاب القبر ونعيمه ولا دلة عليه كثيرة المتواترة في الكتاب والسنة أسأل الله تعالى أن يجعلنا وأياكم ممن ينعمون في قبورهم وممن يستقر الإيمان في قلوبهم اللهم إننا نسألك يا حياق أيمن فهوين علينا سكرات الموت يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم وإنا نسألك لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان أن تنصُر ضعيفهم وأن تداوي جريحهم وأن ترحم ميتهم وضعيفهم يا رب العالمين اللهم نسألك لإخواننا في اليمن أن تجمع شملهم على أحبهم إليك وأن تصُبَّ عليهم الخير صبَّا هذا الجلال والإكرام والإخواننا في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي العراق وفلسطين وفي كل أرض من أرض أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنازة رجل من الأنصار قال فلما وصلنا إلى القبر فإذا هو قد حفر ولما يلحد يعني قد حفر القبر لكن لم يحفر اللحدة وهو الجانب من القبر قال ولما يلحد قال فقعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أخذ عصا وجعل ينكت بها على الأرض قعد أصحابه حوله قال كأن على رؤوسهم الطير قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بأضل وجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة قال فيقعدون منه مد البصر وهذا يكون أيها المسلمون عند خروج الروح إلى باريها إذا احتضر المرء وجعلت روحه تحشرج في حلقه لتخرج وقد أذن الله تعالى لها بالخروج وهذه آخر الأنفاس له في هذه الدنيا فهو يرى الذين حوله والله جل وعلا يعلم متى تخرج روحه وهو نفسه الميت لا يعلم ذلك والله تعالى قد وصف ذلك فقال جل في علاه فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين يقعد هؤلاء الملائكة منه مد بصره ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يقعد عند رأسه فيقول يا أيتها الروح الطيبة كنت في الجسد الطيب أخرجي إلى رحمة من الله ورضان أنت روح طيبة لأنك لم تتعلق بمعازف محرمة ولا بزنا وفواحش ولم تغتابي أحدا ولم تحدث صاحبك أن يفعل منكرا أنت روح طيبة إنما تحثينه على الخير وتدلينه عليه إنما تنبهونه على الشر وتحدريه منه أنت روح طيبة لم يفلح الشيطان في الوسوسة لك يوما في أن تسوق الجسد إلى معصية كنت في جسد طيب ما عرفت يده إلا في دعاء وصلاة وصدقة ولا عرف لسانه إلا بذكر وتسبيح وتهليل ولا عرف من عينه إلا النظر إلى الحلال ولا عرف من جسده ورجله إلا المشي إلى الحلال والمساجد والجهاد والصدقة والكد على العيال والعمل الصالح أنت روح طيبة وأنت جسد طيب إذن كيف ينبغي أن يتعامل معك قال يا أيتها الروح الطيبة كنت في الجسد الطيب أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان قال فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء يعني كما تسيل القطرة من القربة التي تكون من الجلد فإذا قلبتها فأخرج الماء كله مندفعا ثم لم يبق إلا قطرة واحدة من ماء في أعلى هذه القربة فإنها تبدأ تسيل شيئا يسيرا رزينا هادئا ليس فيه عنف وليس فيه شدة تنزل هذه القطرة بيسر وسهولة حتى تصل إلى فم السقاء ثم تفارق هذا السقاء الذي كانت فيه يقول عليه الصلاة والسلام تخرج روح هذا المؤمن حروجا هينا سهلا لينا لأنها تبشر بما بعد الموت من روح وريحان ورب الراض غير غضبان قال تخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها ملك الموت قال فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين ملائكة الرحمة التي نزلت بكفا من الجنة وبحنوط من الجنة طيب من الجنة وألبسه من الجنة لا يرضوا أن تتأخر هذه الروح الطيبة في يد ملك الموت ولا طرفة عين قال فلا يدعوها في يده طرفة عين فيأخذوها منه فيجعلوها في ذلك الحنوط يعطرونها ويطيبونها فقد طيبت هذه الروح نفسها في الدنيا بالذكر الحسن والطعام الحسن الحلال وبالكلام الحسن والريح الحسن طيبت نفسها بالحضور في المساجد والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحمل هم الإسلام روح تستحق الإكرام قال فيأخذوها منه فيجعلوها في ذلك الحنوط ثم يجعلوها في ذلك الكفن ثم يصعدون بها إذا صعد بالروح وفارقت الجسد وصاح العيال ووزع المال وارتخت اليدان وزاغت العينان ثم أيقن أهله أنه مات بين أيديهم وقد فارقت روحه جسده ترتفع مع الملائكة إلى السماء ويقوم أهله إلى هذا الجسد يهيئونه بتغسيل وتكفيل وينبئون الناس بموته ليجتمعوا للصلاة عليه أما روحه فلا يدرون ماذا يفعل بها لكن الله تعالى يدري ترفعها الملائكة إلى السماء فيصلون إلى السماء الأولى قال فيستفتحون له فتقول الملائكة من من هذا الذي تأمرنا الملائكة أن نفتح له من ليس أي روح يفتح لها أبواب السماء من قال فيقولون الملائكة التي تحمله بهذا الطيب الحسن والحنوط الطيب والكفن الحسن تقول هذه روح فلان ابن فلان بأطيب أسمائه وأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا قال فيفتحون له ثم يصعدون إلى السماء الثانية ومقصدهم الوصول إلى رب العباد جل وعلا قال فيصلون إلى السماء الثانية فيستفتح له فيقال من فتقول الملائكة هذا فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا فيفتحون له رجل صالح تعرفه ملائكة السماء وتحب لقاءه وتفتح له أبواب السماء له ذكر حسن فله قبول في الأرض ومحبة في السماء قال فيفتح له فيصعدون به إلى السماء الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة إلى السماء السابعة فيستفتح له فيفتح له ثم يقول الله تعالى أرجع عبدي أسكي أفرش لعبدي من الجنة وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تأرة أخرى قال فتعاد روحه في جسده وقد دفن جسده في الأرض قال فتعاد روحه في جسده ثم يأتيه ملكان فيقعدانه نبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون وما علمك من أخبرك بهذا من نبأك به من علمك هل هو فقط كلام تحفظه دون أن يؤثر في حياتك دون أن يكون له تطبيق في واقعك من علمك فيقول قرأت كتاب الله فعرفته وفقهته قال فيقول له الملكان وهم اللذان يرحمانه ويتلطفان معه ويختاران أحسن وألين العبارات ليتكلم معه يقولان له نمهانئا فيقول الله تعالى صدق عبدي صدق عبدي عبدي فعلا كان صالحا في الدنيا صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وأطعموه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها وينظر إلى مقعده من الجنة فيقول يا ربي أقم الساعة أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي يا ربي مدام إني في الجنة وأن ذاك مقعد في الجنة يا ربي أنا عندي عيال وذاك مالي في الجنة ينتظرني ذاك قصري وتلك زوجاتي وذاك النهر وذاك النعيم يا ربي أقم الساعة أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي قال عليه الصلاة والسلام ثم يأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح يأتيه بعدما وسع عليه قبره حتى صار مد البصر فيقعد إليه هذا الرجل الصالح ويقول له أبشر بالذي يسرك أبشر بالذي يسرك فيقول من أنت فوجهك يجيء بالخير ابتسامتك ونور وجهك وحسنك وبهاءك وكنامك الحسن يأتي بكل خير من أنت فوجهك يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح أنا لست غريبا عليك أنا صلاتك والناس نيام أنا صومك في اليوم شديد الحر أنا صدقتك لما كان الناس يمسكون أموالهم أنا سعيك إلى المسجد في شدة الحر أنا سجودك بين يدي الله أنا أنا تعرفني أنا أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر أتظن أنه ضاع سدى أنا برك بوالديك أنا ابتلاؤك الذي ابتليت به أنا جهادك في سبيل الله أنا تلاوتك للقرآن أنا عنايتك وتربيتك لأولادك أنا سعيك وراء أولادك وأنت تقول احفظ قرآن وقم صلي أنا أمرك زوجتك وبناتك بالحجاب أنا عملك في الدعوة إلى الله أنا خدمتك لدينك أنا لست جديدا عليك أنا لم أنبت لك من الأرض ولم أنزل من السماء أنا لست حجرا ملقى تحولت رجلا فجأة كلا بل أنت طوال حياتك كنت تصنعني وكنت تجمعني قال أنا عملك الصالح أنا عملك الصالح فلا يزال الرجل يقول يا ربي أقم الساعة أنا غير خايف يا ربي من النفخ في الصور لأنك أمنتني غير خايف من لقائك أنا فرحان بلقائك يا ربي يا ربي أقم الساعة يا ربي عجل بها عجل بالساعة أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي ما قال عليه الصلاة والسلام وأما العبد الفاجر أو الكافر فإذا حضره الموت نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه قال فيجل معهم مسوح من النار وهو أغلط وأشد ما يلبس كالثوب المليء بالشوك قال فيجلسون منه مد البصر لا يتشرفون بالاقتراب ولا بالنظر إليه قال فيأتي ملك الموت ثم يقول يا أيتها الروح الخبيثة كنت في الجسد الخبيث رجل ما عرفت طريق المساجد ويد ما عرفت إلا لمس الممسات ومسك الخمور والوقوع في الفاحشة أو الكتاب المحرمة أي يد هذا وأي رجل أي طيب في هذا الجسد وهو يعمل على المعصية وحرب الدين والتضييق على الدعوة وعلى الخير يا أيوتها الروح الخبيثة روح خبيثة مات أمرين صاحبك إلا بوسوسة محرمة واستجابة للشيطان يا أيوتها الروح الخبيثة كنت في الجسد الخبيث أخرجي إلى غضب من الله أخرجي إلى لعنة من الله وغضب قال فتفرق روحه في جسده شدة الرعب لا تدري إلى أين تهرب أتهرب إلى رجله اليمنى أو إلى اليسرى أو إلى يده أو تكون في بطنه أو في رأسه فتفرق روحه في جسده قال فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول السفود هو تلك السكين المائلة المحش الذي يقطع به العشب كأنك أخذته ثم لففته بصوف مبلول بماء ثم نزعت هذه السكين من ذلك الصوف فتقطع الصوف تقطعا يقول عليه الصلاة والسلام ثم ينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول قال فإذا انتزعها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك المسوح من النار ثم يصعدون بها إلى السماء أما أهله فيبكون عليها وأما ماله فيقسم وأما أطفاله فانطرحوا على صدره يبكون قد اشتدت موجدة الناس عليه وربما هناك من فرح بموته ربما ظلوم يفرح بموت ظالمه وربما قهور يفرح بموت من قهره وربما أصيب بأذى ولم يستطع أن ينتصر ممن أداه يفرح بموت مؤذيه أقوام إذا ماتوا اهتز لهم عرش الرحمن محبة لهم وبكت عليهم منابر المساجد وأقوام يموتون فيستبشر الناس بموتهم قال فيصعدون به فيستفتحون له تقول الملائكة من فيقولون هذا فلان ابن فلان يسمونه بأقبح أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا أقبح اسم كان يلقى عليه تعييرا وإغاضة وحنقا الاسم الذي يكره أن يسمع في الدنيا يقال هذا فلان ابن فلان لا تستحق التكريم أنت ما كرمت جسدك فكنت من أهل الصلاة ولا كرمت يدك فكنت من أهل الصدقة أنت ما احترمت نفسك حتى تحترمك الملائكة ولا جعلت لنفسك قدرا حتى يكون لك قدر في السماء قال فلا يفتح له فيقول الله تعالى أكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض وقد قال ربنا عن المؤمن أكتبوا كتاب عبدي في عليين أما هذا فاكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فينتهرانه ما يحركانه تحريكا يسيرا لطيفا سهلا لينا لا يأتيه ملكان فينتهرانه فيقوم فزعا فيقولان له من ربك يقول ها ها كأنه يتذكر هذا السؤال أنه حفظه في الدنيا أنه سمعه في الدنيا أنه قيل له في الدنيا لكنه أغلق عليه وتحير فكره واغترب شدة الهول ها ها لا أدري يقال له ما دينك على أي دين كنت كنت تعبد من أصلا في الدنيا هل كنت عبدا لله حقيقة أم عبدا لفرجك وعبدا لكأسك وعبدا لمالك وعبدا لكرسيك وعبدا لمنصبك لذلك كنت تقتل الناس وتظلمهم ما دينك أي دين كنت عليه ما دينك فيقول ها ها لا أدري من هذا الرجل الذي بعث فيكم هل تعرفه تعرف سيرته تعرف أخلاقه تعرف سننه هل تحبه هل تتبعه هل تدافع عنه هل تعرف صفاته هل قرأت عنه من هذا الرجل الذي بعث فيكم يقول ها ها لا أدري فيقول الملك لا دريت ولا تليت أصلا أنت منذ أن كنت في الدنيا وأنت ضايع لا تقرأ ولا تتلو ولا تدري همك شهوتك ومالك ومنصبك وكرسيك وملكك وعرشك هذا همك أما أمر آخرتك فتحت قدميك لا دريت ولا تليت قال عليه الصلاة والسلام ثم يضرب بمرزبة مطرقه لو ضرب بها جبل لدكته قال فيغوص في الأرض سبعين ذراعا قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويقول الله تعالى قد كذب عبدي فأثرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من سمومها ويسمع عذاب أهلها وصراخهم ثم يأتيه رجل قبيح الوجه منتن الريح لا نظر إليه محتمل ولا رائحته تحتمل ليقول هذا الرجل وسمومها هذا ليس بشيء سيأتيك ما هو أعظم أبشر بالذي يسوءك فينظر إليه فإذا قبح في الوجه ونتن في الريح فيقول من أنت فوجهك يجيء بالشر فيقول له الرجل أنا عملك الخبيث أنا لست غريبا عليك هو زناه الذي زناه قد تحول أمامه هو شربه للخمر هو أكله لأموال الناس بالباطل هو ظلمه للضعفاء إذا استطاع ظلمهم هو عقوقه لوالديه هو شربه للخمر هو نومه عن الصلاة هو قتله للناس هو حكمه بغير ما أنزل الله هو سكوته عن الأمر بالمعروف أنهي عن المنكر هو كتاباته المحرمة هو غيبته هو نميمته اجتمعت حتى كادت أن تكون جبلا فصارت رجلا قال أنا عملك الخبيث فلا يزال يجالسه يرى من قبح منظره ومن تنريحه ما لا يحتمل فيقول ربي لا تقم الساعة يا ربي لا تقم الساعة يا ربي لا تقم الساعة مما ينتظره من العذاب في الآخرة أيها المسلمون هذه أحوال الناس في قبورهم ولو تكلم الموتى لسمعتم منهم أعاجب ولو وقفت عند المقبرة فرأيت تحت الجنادل ملوكا ومملوكين ورأيت الرؤساء ومرؤوسين بعدما كانوا في عز وشرف وخدم وحشم وإذا هم طعام للدود والثرى لو تكلم هؤلاء وقاموا من قبورهم ونزعوا عنهم أكفانهم وأذن الله لهم أن يتحدثوا أو قامت إليك عظامهم ورفاتهم لما أمرك أحدهم بزينة ولا بشرب خمر ولا قال لك اغتنم حياتك اغتنم شبابك كثر سفرات وعمل زينة وفجور لا لما أمرك إلا بصلاة وصوم وعبادة وقربة استمتع بدنياك لكن ولا تنسى لا تنسى أنك ملاق لله ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا أسأل الله تعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها ونجعل قبورنا روضات من رياض الجنات نحن والدين ووالديهم والمسلمين قلوا ما تسمعون وأستغفر الله الجائل العظيم لي ولكم كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه والحي الذي لا يموت والإنج والجن والإنس يموت وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام أما عذاب القبر ونعيمه فقد دل عليه أكثر من خمسين دليلًا من الكتاب والسنة وبين أهل العلم أنه لا يستقر إيمان العبد حتى يؤمن أن للقبر عذابًا ونعيمًا أما الإنسان الذي لا يدفن كالذي يحرق أو الذي يغرق وتأكله الأسماك أو الذي تأكله السباع أو ما شبه ذلك فإن أمثال هؤلاء يقع لهم أيضًا عذابٌ ونعيم وذلك أن عذاب القبر ونعيمه يكون على الروح ويكون الجسد تبعًا لها والحياة أيها المسلمون في علاقة الروح والجسد تنقسم إلى ثلاثة أقسام إما أن يكون النعيم للجسد والروح تبع له كما في الدنيا فالجسد يشرب الشيء الممتع فيتمتع وتتمتع روحه بعده الجسد يشم الشيء الحسن فيستمتع وتستمتع روحه بعده فالجسد هو المستمتع الأول والروح تبع له والحياة الثانية هي الحياة البرزخية التي ما بين الموت إلى قيام الساعة ليس شرطًا أن تكون في القبر لكنها الحياة التي بين حياتين هي برزخ يعني ما بين حياتين فهذه يكون العذاب والنعيم للروح والجسد تبعًا لها لذلك قد تحفر القبر لرجل صالح أو لرجل فاسد فلا ترى في هذا القبر شيئًا من نعيم ولا شيئًا من عذاب فنقول لك إن هذا يقع والعلم عند الله تعالى يقع على الروح فكيف يقع على الروح؟ الروح من أمر ربي وما أُتيت من العلم إلا قليلا لكن نؤمن أن فيه عذاب وفيه نعيم حتى وإن لم نره بأعيننا لكنه واقع والنوع الثالث من الحياة هو الحياة في الدار الآخرة في الجنة أو النار وهذا يكتمل فيه النعيم أو العذاب للجسد والروح معاه فنحن نؤمن في عذاب القبر ونعيمه ولا ذلة عليه كثيرة المتواترة في الكتاب والسلح أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينعمون في قبوره ومن من يستقر الإيمان في قلوبهم اللهم إنا نسألك يا حيا قيما فهونا علينا سكرات الموت يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم وإنا نسألك لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان أن تنصر ضعيفهم وأن تداوي جريحهم وأن ترحم ميتهم وضعيفهم يا رب العالمين اللهم نسألك لإخواننا في اليمن أن تجمع شملهم على أحبهم إليك وأن تصب عليهم الخير صبّا يا ذا الجلال والإكرام والإخواننا في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي العراق وفلسطين وفي كل أرض من أرض أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنازة رجل من الأنصار قال فلما وصلنا إلى القبر فإذا هو قد حفر ولما يلحد يعني قد حفر القبر لكن لم يحفر اللحدة وهو الجانب من القبر قال ولما يلحد قال فقعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أخذ عصا وجعل ينكت بها على الأرض قعد أصحابه حوله قال كأن على رؤوسهم الطير قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيأضل وجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة قال فيقعدون منه مد البصر وهذا يكون أيها المسلمون عند خروج الروح إلى باريها إذا احتضر المرء وجعلت روحه تحشرج في حلقه لتخرج وقد أذن الله تعالى لها بالخروج وهذه آخر الأنفاس له في هذه الدنيا فهو يرى الذين حوله والله جل وعلا يعلم متى تخرج روحه وهو نفسه الميت لا يعلم ذلك والله تعالى قد وصف ذلك فقال جل في علاه فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين يقعد هؤلاء الملائكة منه مد بصره ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يقعد عند رأسه فيقول يا أيتها الروح الطيبة كنت في الجسد الطيب أخرجي إلى رحمة من الله ورضان أنت روح طيبة لأنك لم تتعلق بمعازف محرمة ولا بزنا وفواحش ولم تغتابي أحدا ولم تحدث صاحبك أن يفعل منكرا أنت روح طيبة إنما تحثينه على الخير وتدلينه عليه إنما تنبهونه على الشر وتحذريه منه أنت روح طيبة لم يفلح الشيطان في الوسوسة لك يوما في أن تسوق الجسد إلى معصية كنت في جسد طيب ما عرفت يده إلا في دعاء وصلاة وصدقة ولا عرف لسانه إلا بذكر وتسبيح وتهليل ولا عرف من عينه إلا النظر إلى الحلال ولا عرف من جسده ورجله إلا المشي إلى الحلال والمساجد والجهاد والصدقة والكد على العيال والعمل الصالح أنت روح طيبة وأنت جسد طيب إذن كيف ينبغي أن يتعامل معك قال يا أيتها الروح الطيبة كنت في الجسد الطيب أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان قال فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء يعني كما تسيل القطرة من القربة التي تكون من الجلد فإذا قلبتها فأخرج الماء كله مندفعا ثم لم يبق إلا قطرة واحدة من ماء في أعلى هذه القربة فإنها تبدأ تسيل شيئا يسيرا رزينا هادئا ليس فيه عنف وليس فيه شدة تنزل هذه القطرة بيسر وسهولة حتى تصل إلى فم السقاء ثم تفارق هذا السقاء الذي كانت فيه يقول عليه الصلاة والسلام تخرج روح هذا المؤمن حروجا هينا سهلا لينا لأنها تبشر بما بعد الموت من روح وريحان ورب الراض غير غضبان قال تخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها ملك الموت قال فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين ملائكة الرحمة التي نزلت بكفا من الجنة وبحنوط من الجنة طيب من الجنة وألبسه من الجنة لا يرضو أن تتأخر هذه الروح الطيبة في يد ملك الموت ولا طرفة عين قال فلا يدعوها في يده طرفة عين فيأخذوها منه فيجعلوها في ذلك الحنوط يعطرونها ويطيبونها فقد طيبت هذه الروح نفسها في الدنيا بالذكر الحسن والطعام الحسن الحلال وبالكلام الحسن والريح الحسن طيبت نفسها بالحضور في المساجد والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحمل هم الإسلام روح تستحق الإكرام قال فيأخذوها منه فيجعلوها في ذلك الحنوط ثم يجعلوها في ذلك الكفن ثم يصعدون بها إذا صعد بالروح وفارقت الجسد وصاح العيال ووزع المال وارتخت اليدان وزاغت العينان ثم أيقن أهله أنه مات بين أيديهم وقد فارقت روحه جسده ترتفع مع الملائكة إلى السماء ويقوم أهله إلى هذا الجسد يهيئونه بتغسيل وتكفيل وينبئون الناس بموته ليجتمعوا للصلاة عليه أما روحه فلا يدرون ماذا يفعل بها لكن الله تعالى يدري ترفعها الملائكة إلى السماء فيصلون إلى السماء الأولى قال فيستفتحون له فتقول الملائكة من من هذا الذي تأمرنا الملائكة أن نفتح له من ليس أي روح يفتح لها أبواب السماء من قال فيقولون الملائكة التي تعمله بهذا الطيب الحسن والحنوط الطيب والكفن الحسن تقول هذه روح فلان ابن فلان بأطيب أسمائه وأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا قال فيفتحون له ثم يصعدون إلى السماء الثانية ومقصدهم الوصول إلى رب العباد جل وعلا قال فيصلون إلى السماء الثانية فيستفتح له فيقال من فتقول الملائكة هذا فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا فيفتحون له رجل صالح تعرفه ملائكة السماء وتحب لقاءه وتفتح له أبواب السماء له ذكر حسن فله قبول في الأرض ومحبة في السماء قال فيفتح له فيصعدون به إلى السماء الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة إلى السماء السابعة فيستفتح له فيفتح له ثم يقول الله تعالى أرجعوا عبدي أسكي أفرشوا لعبدي من الجنة وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تأرة أخرى قال فتعاد روحه في جسده وقد دفن جسده في الأرض قال فتعاد روحه في جسده ثم يأتيه ملكان فيقعدانه نبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون وما علمك من أخبرك بهذا من نبأك به من علمك هل هو فقط كلام تحفظه دون أن يؤثر في حياتك دون أن يكون له تطبيق في واقعك من علمك فيقول قرأت كتاب الله فعرفته وفقهته قال فيقول له الملكان وهم اللذان يرحمانه ويتلطفان معه ويختران أحسن وألين العبارات ليتكلم معه يقولان له نمهانئا فيقول الله تعالى صدق عبدي صدق عبدي عبدي فعلا كان صالحا في الدنيا صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وأطعموه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها وينظر إلى مقعده من الجنة فيقول يا ربي أقم الساعة أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي يا ربي مدام إني في الجنة وأن ذاك مقعدي في الجنة يا ربي أنا عندي عيال وذاك مالي في الجنة ينتظرني ذاك قصري وتلك زوجاتي وذاك النهر وذاك النعيم يا ربي أقم الساعة أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي قال عليه الصلاة والسلام ثم يأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح يأتيه بعدما وسع عليه قبره حتى صار مد البصر فيقعد إليه هذا الرجل الصالح ويقول له أبشر بالذي يسرك أبشر بالذي يسرك فيقول من أنت فوجهك يجيء بالخير ابتسامتك ونور وجهك وحسنك وبهاءك وكنامك الحسن يأتي بكل خير من أنت فوجهك يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح أنا لست غريبا عليك أنا صلاتك والناس نيام أنا صومك في اليوم شديد الحرب أنا صدقتك لما كان الناس يمسكون أموالهم أنا سعيك إلى المسجد في شدة الحر أنا سجودك بين يدي الله أنا أنا تعرفني أنا أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر أتظن أنه ضاع سدى أنا برك بوالديك أنا ابتلاؤك الذي ابتليت به أنا جهادك في سبيل الله أنا تلاوتك للقرآن أنا عنايتك وتربيتك لأولادك أنا سعيك وراء أولادك وأنت تقول احفظ قرآن وقم صلي أنا أمرك زوجتك وبناتك بالحجاب أنا عملك في الدعوة إلى الله أنا خدمتك لدينك أنا لست جديدا عليك أنا لم أنبت لك من الأرض ولم أنزل من السماء أنا لست حجرا ملقى تحولت رجلا فجأة كلا بل أنت طوال حياتك كنت تصنعني وكنت تجمعني قال أنا عملك الصالح أنا عملك الصالح فلا يزال الرجل يقول يا ربي أقم الساعة أنا غير خايف يا ربي من النفخ في الصور لأنك أمنتني غير خايف من لقائك أنا فرحان بلقائك يا ربي يا ربي أقم الساعة يا ربي عجل بها عجل بالساعة أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي ثم قال عليه الصلاة والسلام وأما العبد الفاجر أو الكافر فإذا حضره الموت نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه قال فيجل معهم مسوح من النار وهو أغلط وأشد ما يلبس كالثوب المليء بالشوك قال فيجلسون منه مد البصر لا يتشرفون بالاقتراب ولا بالنظر إليه قال فيأتي ملك الموت ثم يقول يا أيتها الروح الخبيثة كنت في الجسد الخبيث رجل ما عرف طريق المساجد ويد ما عرفت إلا لمس الممسات ومسك الخمور والوقوع في الفاحشة أو الكتابة المحرمة أي يد هذه وأي رجل أي طيب في هذا الجسد وهو يعمل على المعصية وحرب الدين والتضييق على الدعوة وعلى الخير يا أيوتها الروح الخبيثة روح خبيثة مات أمرين صاحبك إلا بوسوسة محرمة واستجابة للشيطان يا أيوتها الروح الخبيثة كنت في الجسد الخبيث أخرجي إلى غضب من الله أخرجي إلى لعنة من الله وغضب قال فتفرق روحه في جسده شدة الرعب لا تدري إلى أين تهرب أتهرب إلى رجله اليمنى أو إلى اليسرى أو إلى يده أو تكون في بطنه أو في رأسه فتفرق روحه في جسده قال فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول السفود هو تلك السكين المائلة المحش الذي يقطع به العشر كأنك أخذته ثم لففته بصوف مبلول بماء ثم نزعت هذه السكين من ذلك الصوف فتقطع الصوف تقطعا يقول عليه الصلاة والسلام ثم ينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول قال فإذا انتزعها قرح بموته ربما ظلوم يفرح بموت ظالمه وربما قهور يفرح بموت من قهره وربما أصيب بأذى ولم يستطع أن ينتصر ممن أداه يفرح بموت مؤذيه أقوام إذا ماتوا اهتز لهم عرش الرحمن محبة لهم وبكت عليهم منابر المساجد وأقوام يموتون فيستبشر الناس بموتهم قال فيصعدون به فيستفتحون له تقول الملائكة من فيقولون هذا فلان بن فلان يسمونه بأقبح أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا أقبح اسم كان يلقى عليه تعييرا وإغاظة وحنقا الاسم الذي يكره أن يسمع في الدنيا يقال هذا فلان بن فلان لا تستحق التكريم أنت ما كرمت جسدك فكنت من أهل الصلاة ولا كرمت يدك فكنت من أهل الصدقة أنت ما احترمت نفسك حتى تحثرمك الملائكة ولا جعلت لنفسك قدرا حتى يكون لك قدر في السماء قال فلا يفتح له فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض وقد قال ربنا عن المؤمن اكتبوا كتاب عبدي في عليين أما هذا فاكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فينتهرانه ما يحركانه تحريكا يسيرا لطيفا سهلا لينا لا يأتيه ملكان فينتهرانه فيقوم فزعا فيقولان له من ربك يقول ها ها كأنه يتذكر هذا السؤال أنه حفظه في الدنيا أنه سمعه في الدنيا أنه قيل له في الدنيا لكنه أغلق عليه وتحير فكره واضطرب شدة الهول ها ها لا أدري يقال له ما دينك على أي دين كنت كنت تعبد من أصلا في الدنيا هل كنت عبدا لله حقيقة أم عبدا لفرجك وعبدا لكأسك وعبدا لمالك وعبدا لكرسيك وعبدا لمنصبك لذلك كنت تقتل الناس وتظلمهم ما دينك أي دين كنت عليه ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقال من هذا الرجل الذي بعث فيكم هل تعرفه تعرف سيرته تعرف أخلاقه تعرف سننه هل تحبه هل تتبعه هل تدافع عنه هل تعرف صفاته هل قرأت عنه من هذا الرجل الذي بعث فيكم يقول ها ها لا أدري فيقول الملك لا دريت ولا تليت أصلا أنت منذ أن كنت في الدنيا وأنت ضايع لا تقرأ ولا تتلو ولا تدري همك شهوتك ومالك ومنصبك وكرسيك وملكك وعرشك هذا همك أما أمر آخرتك فتحت قدميك لا دريت ولا تليت قال عليه الصلاة والسلام ثم يضرب بمرزبة مطرقه لو ضرب بها جبل لدكته قال فيغوص في الأرض سبعين ذراعا قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويقول الله تعالى قد كذب عبدي فأثرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من سمومها ويسمع عذاب أهلها وصراغهم ثم يأتيه رجل قبيح الوجه منتن الريح لا نظر إليه محتمل ولا رائحته تحتمل فيقول هذا الرجل المنتن القبيح أبشر بالذي يسوءك الذي سيأتيك أعظم مما ترى الآن 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 ضريك بمرزبة هذه ليست شيئا الآن ضيق عليك حتى اختلفت أضلاعك هذه ليست شيئا ترى النار وترى مقعدك منها ويأتيك من حرها وريحتها وسمومها هذا ليس بشيء سيأتيك ما هو أعظم أبشر بالذي يسوءك فينظر إليه فإذا قبح في الوجه ونتن في الريح فيقول من أنت فوجهك يجيء بالشر فيقول له الرجل أنا عملك الخبيث أنا لست غريبا عليك هو زناه الذي زناه قد تحول أمامه هو شربه للخمر هو أكله لأموال الناس بالباطل هو ظلمه للضعفاء إذا استطاع ظلمهم هو عقوقه لوالديه هو شربه للخمر هو نومه عن الصلاة هو قتله للناس هو حكمه بغير ما أنزل الله هو سكوته عن الأمر بالمعروف أنه عن المنكر هو كتاباته المحرمة هو غيبته هو نميمته اجتمعت حتى كادت أن تكون جبلا فصارت رجلا قال أنا عملك الخبيث فلا يزال يجالسه يرى من قبح منظره ومن نتن ريحه ما لا يحتمل فيقول ربي لا تقم الساعة يا ربي لا تقم الساعة يا ربي لا تقم الساعة مما ينتظره من العذاب في الآخرة أيها المسلمون هذه أحوال الناس في قبورهم ولو تكلم الموتى لسمعتم منهم أعاجيب ولو وقفت عند المقبرة فرأيت تحت الجنادل ملوكا ومملوكين ورأيت الرؤساء ومرؤوسين بعدما كانوا في عز وشرف وخدم وحشم وإذا هم طعام للدود والثرى لو تكلم هؤلاء وقاموا من قبورهم ونزعوا عنهم أكفانهم وأذن الله لهم أن يتحدثوا أو قامت إليك عظامهم ورفاتهم لما أمرك أحدهم بزينة ولا بشرب خمر ولا قال لك اغتنم حياتك اغتنم شبابك كثر سفرات واعمل زينة وفجور لا لما أمرك إلا بصلاة وصوم وعبادة وقربة استمتع بدنياك لكن ولا تنسى لا تنسى أنك ملاق لله ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا أسأل الله تعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجعل قبورنا روضات من رياض الجنات نحن والدين ووالديهم والمسلمين قلوا ما تسمعون وأستغفر الله الجيد العظيم لي ولكم كل ذا من فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه والحي الذي لا يموت والإنج والجن والإنس يموتون وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام أما عذاب القبر ونعيمه فقد دل عليه أكثر من خمسين دليلا من الكتاب والسنة وبين أهل العلم أنه لا يستقر إيمان العبد حتى يؤمن أن للقبر عذابًا ونعيمًا أما الإنسان الذي لا يدفن كالذي يحرق أو الذي يغرق وتأكله الأسماك أو الذي تأكله السباع أو ما شبه ذلك فإن أمثال هؤلاء يقع لهم أيضًا عذاب ونعيم وذلك أن عذاب القبر ونعيمه يكون على الروح ويكون الجسد تبعًا لها والحياة أيها المسلمون في علاقة الروح والجسد تنقسم إلى ثلاثة أقسام إما أن يكون النعيم للجسد والروح تبع له كما في الدنيا فالجسد يشرب الشيء الممتع فيتمتع وتتمتع روحه بعده الجسد يشم الشيء الحسن فيستمتع وتستمتع روحه بعده فالجسد هو المستمتع الأول والروح تبع له والحياة الثانية هي الحياة البرزخية التي ما بين الموت إلى قيام الساعة ليس شرطًا أن تكون في القبر لكنها الحياة التي بين حياتين هي برزخ يعني ما بين حياتين فهذه يكون العذاب والنعيم للروح والجسد تبع لها لذلك قد تحفر القبر لرجل صالح أو لرجل فاسد فلا ترى في هذا القبر شيئًا من نعيم ولا شيئًا من عذاب فنقول لك إن هذا يقع والعلم عند الله تعالى يقع على الروح فكيف يقع على الروح الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا لكن نؤمن أن فيه عذاب وفيه نعيم حتى وإن لم نره بأعيننا لكنه واقع والنوع الثالث من الحياة هو الحياة في الدار الآخرة في الجنة أو النار وهذا يكتمل فيه النعيم أو العذاب للجسد والروح معاه فنحن نؤمن في عذاب القبر ونعيمه ولا دلة عليه كثيرة المتواترة في الكتاب والسنة أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينعمون في قبورهم وممن يستقر الإيمان في قلوبهم اللهم إننا نسألك يا حيا قيما فهونا علينا سكرات الموت يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم وإنا نسألك لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان أن تنصر ضعيفهم وأن تداوي جريحهم وأن ترحم ميتهم وضعيفهم يا رب العالمين اللهم نسألك لإخواننا في اليمن أن تجمع شملهم على أحبهم إليك وأن تصب عليهم الخير صبني هذا الجلال والإكرام وإخواننا في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي العراق وفي فلسطين وفي كل أرض من أرض إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة وإشترك في قناة اشترك في قناة